موسيقى مجز لأهم من الأنباء أهلا بكم بداية بعت الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رسالة تعزية إلى نظره الإيطالي سيرجيو متاريلا اترى وفاة الرئيس الإيطالي السابق جورجيو نابوليتانو بيان عن الرئاسة الجزائرية شرى لأن الرئيس تبون أعرب في رسالته للرئيس متاريلا ولعائلة الراحل والشعب الإيطالي عن أحر التعازي والصادق المواساة رجيا لهم الصبر والسلوان وتوفي الرئيس الإيطالي السابق جورجيو نابوليتانو عن عمر يناهز 98 عاما في أحد مستشفيات روما حسب ما أعلنته الحكومة الإيطالية شرك وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف في نيويورك في اجتماع وزاري لممثلية الدول الخمسة التي ستنضم لمجلس الأمن الأممي بداية من الفاتح جون فيا المقبل في إطار مشاركته في أشغال الشق الوزاري للدورة 78 لجمعية العام للأمم المتحدة بيان للخارجية الجزائرية كشف أن الأمر يتعلق بكل من الجزائر وكوريا الجنوبية وسلوفينيا وسيراليون وغويانا وهي الدول التي انتخبتها الجمعية العامة للأمم المتحدة شهر جوان المنصر من الشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن خلال الفترة الممتدة بين 2024 و2025 المصدر ذاته أوضح أن هذا اللقاء بين وزراء خارجية دول الخمس خصص لمناقشة مواضيع متعلقة بالتحضير لعضوية مجلس الأمن وسبول التنسيق والتعاون مع بقية الدول غير الدائمة العضوية بذات المجلس بغية تقديم مساهمة فعلية تنأى بهذه الهيئة الأممية عن منطق الاستقطاب وتعزز دورها المحوري في سياق التحديات المفروضة في المرحلة الراهنة على السلم والأمن أدوليين إلى ليبيا حيث دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار المناطق المنكوبة جراء الفيضانات التي مست شرق ليبيا بيان للمجلس الرئاسي الليبي كشف أن المنفي أشاد خلال توجيهه الجمعية أو توجيهها الجمع عفوا رسالة للمجتمع الدولي خلال الاجتماعات رفعة المستوى التي تعقدها الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أثار كارثة ليبيا أشاد بالدول التي هبت لمساعدة ليبيا مشيرا إلى أن الكارثة تفوق قدرات البلاد التي أرهقها التدخل الخارجي والانقسام السياسي حسب وصفه الأمر الذي يستدعي دعما دوليا استشهد شابين فلسطينيين فجر الأحد برصاص قوة الاحتلال الصهيوني خلال اقتحامها مخيم نور الشمس أو نور الشمس شرق طول كرم بالذفة الغربية المحتلة وأفذت وكلة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصادر محلية بأن الشهدين عبد الرحمن سليمان أبو دغش صاحب الاثنين وثلاثين عاما وأسيد جعباوي ذو الواحد والعشرين عاما استشهداء متأثرين بإصابتهم الخطيرة بالرصاص الحي على مستوى الرأس هذا وقد اقتحمت قوة الاحتلال المخيم بأعداد كبيرة مدعومة بجرافات عسكرية وسط إطلاق نار كثيف اتهم المجلس العسكري في النيجر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بعرقلة مشاركة ممثله في اجتماعات الجمعية العامة وفي بيان تلي عبر التلفزيون الرسمي أفاد المجلس العسكري النيجري بأن جوتيريش ارتكب خطأ في ممارسة مهمته من خلال عرقلة المشاركة الكاملة للنيجر في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وفق البيان منددا بما أسماها التصرفات الغادرة التي من شأنها أن تقوض على الأرجح أي جهود رامية لإنهاء الأزمة في النيجر فتم الموجز لمزيد من الأخبار يمكنكم التواصل معنا عبر المنصة الظاهرة أسفل الشاشة لأمن الله اشتركوا في القناة